انتهت عملية السيطرة على الموصل وسهلينين وما كان مجرد مخاوف من بسط نفوذ ميليشيا الحجد هناك أصبح حقيقة هنا وفي سهلينين وابات المسيحيون يتخوفون من العودة إلى منازلهم والصلاة في كنائسهم خصوصا بعد سيطرة ميليشيا الحجد والجيش الحكومي عليها عقب استفتاء كردستان العراق أغلب الطرق هي طرق مقطوعة ما بين مناطق سهلينين ومناطق أقليم كردستان مقطوعة بشكل تام يعني صارت حالتنا مثل حالة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية انه في عوائل هون وعوائل هون وتؤكد مدرية شؤون المسيحين في وزارة الأوقاف بكردستان العراق شروع ميليشيا الشبك المنضوية في الحجد بتغيير ديمغرافي في المناطق المسيحية بسهلينين وعبر مشروعين سكنيين في منطقة برطل والضغط على المسيحيين فيها لبيع منازلهم ومغادرتها في كثير محاولات لتغيير ديمغرافية مناطق كاملة خصوصا منطقة برطلة حاليا في محاولات تغيير ديمغرافي محاولة شراء لمنتلكات المسيحيين محاولة خلق نوع من الاستفزازات لعمرة فعل عاكسي لجعل البقية يغادرون المنطقة مشاريع التغيير الديمغرافي الجارية يشير النائب جوزيف سليوة إلى أنها تستند إلى برنامج حكومي يبيح توزيع الأراضي على أفراد ميليشيا الحجد والجيش في المحافظات المنكوبة وخصوصا نينوة التي يشكل سهلها أهمية اقتصادية وطريقا يربط كردستان العراق بالموصل وصولا إلى الحدود السورية التاريخ يعيد نفسه إذن وما عجز نور المالك سابقا عن فعله في سهل نينوة تنجح حكومة حيدر العبادي بفعله على حساب مسيحي سهل نينوة الذين تناقصت أعدادهم من مليون ونصف المليون كانوا يقتنون السهل نينوة قبل عام 2003 إلى 250 ألفا فقط فضل كثير منهم النزوح أو الهجرة على الواقع الجديد الذي يرسم بأدوات إيران في العراق